سأقول لك في الأول أن القمة تظل قمة وكل حاجة وعنوانها كويسة لكن هناك عنوان مضاف على القمة وهو عنوان مواجهة أسوريو وكولر من فترة طويلة ما كانش فيه قمة بين اتنين مدربين عندهم أسلوبهم لكنهم بيدرسوا الخصم بشكل كويس عنده أسلوب لعب يتنوع من وقت للتاني تحديداً أسوريو يعني الكلام هنا راح ناحية أسوريو أكتر مدرب عنده أفكار مختلفة كل مباراة بيحاول يقدم فكرة جديدة بيحاول يقدم فكرة تتناسب أكتر مع الخصم الله بيلعبه وبالتالي أنا متحمس جداً أشوف شكل كولر قدام أسوريو وشكل أسوريو قدام كولر ودي واحدة من أكبر الحاجات الأساسية اللي احنا ممكن نستناها بكرة لكن في نفس الوقت فيه أفكار متوقع أنها هتبدأ تتكرر أو أنها هتتكرر لأنها جزء من أسلوب المدير الفني زي طبعاً أوضحهم وهي وجود أحمد فتوح أو الزهير الأيصر الزمالك في وسط الملعب جنب الارتكاز الأساسي اللي هي أسوريو بيعتمد عليها وخليني سريعاً كده بس أحاول أشرح ليه ممكن يكون المدير الفني بيحاول يعتمد على الأسلوب ده أو الطريقة دي الأساس إنه المدير الفني في مراحل بداية اللعب خلينا بقى ما نسميهاش بلده أو ما نسميهاش تحضير من الخلف خلينا نقول مرحلة بداية اللعب يعني هو الكرة مزارت عند المدافعين بتاعته هو بيحاول يخلق مشلس علشان خطر يشوف اللعيب اللي معهم الكرة وأن أفترض أن هم الاتنين المساكين دول هما بيبقوا محتاجين يشوفوا الارتكاز الأساسي بتاعهم اللي هو مفترض أنه هو المحطة اللي هتتحرك منها اللعب وبالتالي هو بيحاول يخلق المثلس ده علشان خطر الاتنين دول يبقوا شايفينه من كل المسارات الممكنة وبالتالي أثناء كتير جداً بيكون معاهم واحد كمان فبيزود له لعيب جنبه علشان يبقى عندنا بدل المثلس والواحد اتنين مثلسات يعني مثلس ده والمثلس ده وبالتالي الثلاث لعيبة اللي تحت قادرين يشوفوا الاتنين اللي فوق وده الأساس الأولاني فبالتالي لما أسوريو بيقرر أنه هو يدخل واحد من المدافعين سواء بقى هو كان سنتر باك أو كان مدافع وتلعب بقى قسط الملعب أو كان هو ظهير أيسر ودخل بقى قسط الملعب لكن هو الأساس أنه في مرحلة التحضير محتاج يشوف الشكل ده أوقات ممكن يكون عملها بشكل تاني وأنه هو يسبت الاتنين المساكين ويخلي في ثلاثة موجودين قدامهم وهو نفس الفكرة أنه ده برضو أصبح بقى مثلس نفس الشكل يقدر يفتح مسارات أكتر للتمرير في نص الملعب عشان يطلع بالكور مظبوط وخلينا أقولك أنني متوقع أنه ده الشكل الأقرب للزمالك يعني متوقع أنه الشكل اللي نهى بيت زمالك قدام فيوتشر هو الشكل اللي هيبدأ بيه قدام الأهلي وده لأسباب قد تعود إلى مبارات الأهلي فيوتشر اللي الأهلي وجد فيها شيء من الصعوبة في مواجهة شكل اتنين تلاتة في مرحلة التحضير الأولى إيه الصعوبة اللي كان الأهلي بيواجهها في ده ودي واحدة من الحاجات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها أنه الأهلي المفروض في المعتاد وهو معهوش الكورة بيضغط بشكل أربعة أربعة واحد واحد هنفترض أن ده وسط ملعب الأهلي ودول الأجنيحة بتقوه اللي هو حسن الشحات وبرسيتاء ودول الاتنين الارتكازات حتى الآن احنا بمتكلم عن مروان عطية وبمتكلم عن القندوسي أقرب الزن وبنتكلم أن القدام في الغالب هيكون كهرباء قليل يانج لسه مش متأكدين لنقطة الأقوبة لكن خلينا نتكلم عن أنه قليل يانج أو مجدي أفشا في الحالتين الاتنين هيقوم بنفس الدور الأساس اللي كهرباء أو راس الحربة بتأهلي بيقوم به هو أنه بيحاول يقفل المساحة على الستة اللي المفروض الاتنين بيحاول يشوفوه وجود اتنين هنا بيخلي أجناحة الأهلي تقفل للقلب أكتر عشان الاتنين دول مقربين بالتالي فيه فرصة عند الزمالك أن يشوف اللعبة على الأطراف وده بالفعل اللي حاول يعمله فيوتشر قدام الأهلي هو كان بيحاول يخلي عمر كامال عبدالواحد دائما قريب من هنا وبالتالي بقى عنده مساحة أنه هو يشوف محمد فاروق الجناح اليمين فيوتشر بالتالي نفس الفكرة متوقع أنه أسور ينفزها يعني أنه يخلي أحمد سادزيزو هو المتفوق أو هو المتقدم في الناحية دي في مواجهة عالي معلول وبالتالي هنا الزناري عملها كثير جدا في مواجهة يوتشر أنه هو بيدخل في القلب علشان خطر يسحب الجناح اللي يضغط عليه متوقعا في الحدي يكون حسين الشحات علشان يفتح مسار تمرير مباشر من السنتر باك لأحمد سادزيزو ده الشكل الأولاني النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا هو أنه الشكل ده الأهلي الغرض منه أنه هو بيحاول يخلق نوع من أنواع الفخ يعني هو عايز يخلق فخ للفرقة اللي بتحضر اللعب أنه هو الكرة لما هتروح على طرف من الأطراف دي كهرباء هيتحرك يقفل طريق العودة للمساك الثاني وبالتالي بالتبعية هيخرج الوسط الملعب اللي هو أربعة أربعة واحد واحد الواحد الثاني هيطلع يقفل على الستة الجناح العكسي هيضغط كده والجناح اللي موجود هنا هيضغط كده فبالتالي احنا حطناهم في فخ هنا الفخ اللي الأهلي بيعمله ده نجح جدا قدام فيوتشر اللي مراحل طويلة جدا لحد ما فيوتشر عمل الفكرة اللي متوقع أن الزمالك يعملها ألا وهي أنه خلى واحد من لعب النص بتاعته في الحالة دي كان غنام محمد أنه ينزل يكون جنب وقتها كان مهند لاشيين وبالتالي هنا بقى الدور اللي بمتكلم عليه أنه هو هيحتاج يزود واحد ستة جنب اللي ارتكازت على الزمالك الفكرة دي هي الفكرة الأساسي بتاعت أسوريو وبالتالي عشان قلتلك أنا متوقع أنه هو أسوري هلعب اثنين ثلاثة ويخلي واحد ينزل ديف عليهم علشان في الحالة دي اللي بيخرج عليه هو مراوان عطية ودي المشكلة للأهلي كان بيقع فيها قدام فيوتشر ولو قرره قدام الزمالك هتبقى معضلة كبيرة لأن بنزول مراوان عطية بقى راس الحرب عنده فرصة يستلم وفي نفس الوقت الجناح عنده فرصة يستلم في القلب وأكيد علي معلول مش يجري المساحة دي كلها عشان ما يسيبش المساحة دي للظاهير بتاع الزمالك ده أول أفكار التحضير عند الزمالك اللي ممكن يواجهها ناحية الثانية تعالي نشوف الزمالك وهو معهوش الكرة إيه الحاجة اللي ممكن الزمالك يعملها قدام الأهلي ودي واحدة من الأفكار برضو المهمة جدا والمشاكل اللي وجهت الأهلي على وهي أنه الأهلي بيلعب في الغالب اثنين مساكين هم محمد عبد المنعيم وياسر الراهيم برؤية عامة جدا محمد عبد المنعيم كرته أفضل كتير من ياسر الراهيم وياسر الراهيم عنده مشكلة في التمرير نفس الوقت الارتكاز الأساسي على الأهلي اللي هو مراعطية ممتاز جدا في توجيه اللعب لكن عنده معضلة واحدة بس هي اللي ممكن تساعد أي فرقة بتحاول تضغط للأهلي ألا وهي أنه هو بيقرب بشكل زايد جدا من حامل الكرة وبالتالي لو افترضنا أنه رأس الحربة بتاع الزمالك هو اللي مفروض يضغط على الارتكاز على الأهلي اللي هو مراعطية عملية الضغط على الارتكاز أو عملية مصار التمرير للارتكاز مع عملية الضغط على المدافع بقت عملية أسهل طول ما الارتكاز أريب طول ما هو أريب أو ما بيبد عنه المهمة بتصعب وبالتالي مراوان عنده حاجة بيسهل بيها المهمة في نفس الوقت الزمالك دايما أو أي فرقة بتحاول تضغط على فرقة في بداية اللعب بيكون هو عنده اختيار طواعيطا أنه يسيب لعب حر اللعب ده هو معروف أنه هو أقل لعب في تحضير اللعب وبالتالي الكرة تحت رجلها مفهاش خطورة هنا الأهلي مديها الخيار بمنتهى السهولة ألا وهو يا ياسر إبراهيم ده فيما يخص الزمالك معه شكورة تعال بقى نشوف المميزات اللي عند الأهلي ضد الزمالك والزمالك معه شكورة المعضلة الأساسية تحت الزمالك أنه حتى اللحظة كل عيدة الزمالك بالتحديد لعيدة الارتكاز سهوق عمرو سيسي أو رؤة عندهم مشكلة كبيرة جدا في عملية الرقابة فوسط الملعب وبالتالي بمنتهى السهولة تعرف تسرق منه مساحة قدام الاتنين الارتكاز أو الاتنين التمانيتين بتوعز مالك وبالتالي تقدر تتقدم بمنتهى السهولة في نقطة كمان أنه في الغالب لما يكون فتوح موجود هو هنا على الطرف الشمال بيكون معاه إبراهيم أنضاي في حالة وجود إبراهيم أنضاي هنا ودخول فتوح إبراهيم أنضاي بيكون عنده مشكلة في اختيار التوقيت المناسب لإمتى هيفضل واقف مع الجناح بتاع الأهلي وإمتى هينزل يضغط من قدامه لو جناح الأهلي اللي هو أحسن الشحات أو هنا بيرسي تاوي اللي هو متوقع جدا أنه ينزل لأنه هو واحد من أكتر الأجنحة اللي تتقدم عشان تستلم الكورة من المدافعين لو بيرسي تاوي نزل هنا ونزل وراب راهيم أنضايب بسرعة واللي هو متوقع هو اللي يلعب ومتوقع هو اللي هينفذ الدور ده بقى فيه مساحة كبيرة جدا اللي أفشل أن يتحرك على الطرف وفي نفس الوقت اللي استراكرة بتقريب أن يتحرك على الطرف وزي ما قلت لك أي ارتكاز يلعب في الزمالك هو عنده مشكلة في الدفاع ضد المساحة الكبيرة فبالتالي الأهلي لو قدر يكسر أول خط ضغط بزيبط لو قدر يكسر أول خط ضغط في الزمالك فبالتالي يكون لديه مساحة كبيرة جدا على أطراف الملعب هو يحتاج يستغلها لأنه عنده قدرات كبيرة جدا من حسين الشحات ومن بيرسي تاوي في السرعة والانطلاق وهذه نقطة ممتازة ده في المطلق كده الشكل العام اللي ممكن تتوقع الأهلي هيعمله بدون كورة أو هيعمله بالكورة والزمالك هيعمله بدون كورة والأهلي هيعمله بدون كورة